يمكن ساعات غياب أجهزة الرقابة ولا عدم تجاوب الأطراف المعنية بالخطوات هذه هو اللي خلي زاد الأمور تبقى كما هي عليه وتبقى دار لقمان على حالها في الموضوع هذا لكن يمكن إذا كان يكون فما تجاوب أكثر مع ما يمكن كونه يصير بالنسبة لخزن المواد وبالنسبة لإدلاء بشهادات الخزن وشهادات النقل وإذا كان نتصور أجهزة الرقابة تقوم بدورها بنسبة 100% فإنه الحلول ستكون موجودة للظاهرة هذه لأنه مؤكد كونه اليوم التشريعات موجودة وتشريعات بدلت ونذكره كل ما تحكي على مسالك التوزيع وعلى الكلام زادة اللي كان يقول فيه السيخالد فيمكن اليوم كونه يكون الحل في تقويد أجهزة الرقابة في إنفاذ القانون في إحكام القبضة على الأماكن اللي تقوم بإنتاج المواد الفلاحية وبنقلها يمكن كونه تطور وتقدم حلقة كاملة اليوم في إذن اللي لازم حوار وطنية نواصل زينة ونمشي لثالث مواضيعنا اليوم في البنط العريض سنرجعه على كلمة وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسين بالخارج محمد علي نفتي اللي كان شارك في قمة المستقبل المنعقدة في نيويورك الأمريكية وفي كلمته كان جدد وزير الخارجية دعوتوا للدول المتقدمة للإفاء بتعهداتها وتذليل العقبات من أجل تيسير استعادة الأموال المنهوبة بالخارج نجدد من هذا المنبر الأممي الدعوة إلى البلدان المتقدمة الإفاء بتعهداتها في مجال تمويل التنمية المستدامة والعمل المناخي وتخفيف أعباء الديون على البلدان النامية والتعاون الجاد لتذليل العقبات أمام استعادة الأموال المنهوبة بالخارج بما يعزز مقدرات شعوبها في التعويل على مواردها الذاتية في مواجهاته التحديات الماثلة أيدت تونس مبادرة الأمين العام بالدعوة لعقد هذه القمة إيمانا منها بحتمية القيام بالمراجعات اللازمة للمقاربات المتبعة وبضرورة إصلاح حالية العمل متعديدة الأطراف وهمية تجديد الالتزام بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة واحترام القانون الدولي واعتماد مقاربة جديدة للتعاون الدولي تقوم على المنفع المشتركة والندية والاحترام المتبادل وعدم التدخل في شؤون الغير واحترام السيادة الوطنية السيادة الوطنية وعدم التدخل في الشأن الداخلي لتونس كما نحترموكم تحترمونا والأموال المنهوبة وهذا أهم ما جاء في كلمة رئيس الوزير الشؤون الخارجية في قمة المستقبل بنيويورك في علاقة بشأن داخلي لتونس مشاول مرة الموقف واضح خرج في بيان وزارة الخارجية سابقا قالوا مرارا وتكرارا رئيس الدولة تفهموا من الكلم هذا أو التجديد اليوم على عدم التدخل في الشأن الداخلي لتونس خالذكرونا هل في عليه قبل الاستحقاق الانتخابي أو هذا كلم في المطلق معاتش تعطيونا دروس في الديمقراطية نتولهي وفيرو يحكم نتولهي وفيرو إحنا ثم زوج قضايا اللي احنا بش نعلقوا عليهم لو سمحتي أولا النقطة المتعلقة بش نبدأ بنقطة الأقل أهمية اللي هي حكاية استرجاع الأمور المنوبة احنا جاينا ذيك خليتها للعكس خطر بح تحبي بلوك كاملة ذيك بايك المالة البلوك الأكبر البلوك الأكبر ما هو شي قضية بش نعالجوها البلوك الأكبر هي شنية علاقتنا أحنا كدول بمنظومة الأمم التحت بمعنى بمعنى أحنا مازلنا مضطرين كدولة بالنسبة لتونس ومسائر الدول الأخرى مازلنا مضطرين بش نحضروا في المنتظم الأممي يزمن عليش تعتبر مضطرين ها وعليش مضطرين على خاطر المنظمة الأمم المتحدة نشأت في 45 في أعقاب الحرب العالمية لأهداف معينة أهداف اللي هي حفظ السلام اللي هي احترام مبدأ سيادة الدول اللي هي تعايش السلبي بين الدول ومعاملة منظومة كاملة وألاف الموظفين مئات لألاف من الموظفين كنجيوا احنا نعملوا لحظة تأملية كنو تفرجوا على أخبار في لبنان اليوم كنو تفرجوا على عام قريب عام نفهموا اللي المنظومة هذية سقطت علاش لأنه عام 45 خرج العالم بزوز قواء الاتحاد السوفياتي في ذلك الوقت الذي يقود حلف فرسوفيا والولايات المتحدة الأمريكية اللي تقود حلف الأطلسي خلق حالة من التوازن باش أنشأنا هذا النظام اللي هو منذ البداية كان نظاما جائرا لأنه الناس اللي يحضروا في الجمعية العامة ما عندهمش نفس السلطات منتاع خمسة دول تحضر في مجلس الأمن اليوم اللي نحب نقوله استباقا هو أنه هذه المنظومة سقطت لكن منها جيدة تكون حاضرة توصل فيها صوتك على خاطر أخذها من زاوية أخرى لو كان مثلا تونس ما كانتش حاضرة وتم تغييبها في قمة المستقبل في نيويورك لا لا خلقنا كملك الفكرة نحن أكل جملة الشهير تونس في منعزلة على العالم لا 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 أولا حكاية شو يجبنا نعمله طب هانا جايين لكن المهم يجبنا نفهم واللي المنظومة هذية في طريقها إلى السقوط لأن العالم قد تغير في وقت من اللوقات ما عايش تمها الاتحاد السوفياتي في وقت من اللوقات ثم ما يسمى النظام العالمي الجديد اللي سيطرت عليه أمريكا الآن نحن في لحظة تاريخية نتهيأ فيها إلى نشأة نظام عالمي أجد مع الجديد ايه المنظومة هذية هي منظومة قديمة عبارة إنسان بش يقعد يلبس لبسه كان يلبس فيها وقت العمره ثمانية سنين وهو تو كبره طواله ولا عمره ربعتاش نعام ما عادش ممكن العالم ما عادش ينجم يتأقلم مع المنظومة هذية لكن احنا شنا عمله طواله نجم نغيره قانون اللعبة الآن نجم طواله نعزلهم الخمسة الدول اللي هما كل يوم يعمل في الفيت وضد قضايانا وضد قضايا الشعوب المقهورة طواله في اللحظة الحالية ما زال مقدر ما زالت موزين القوى في العالم ما تسمحش بها ذية انتي مضطرة طواله تونس بش نرجعه احنا لوزارتنا والخارجية والدولتنا والدول اللي كيفنا هذا مازلنا مضطرين بش ما نخرجوش على الاجماع العام الدولي وما زالنا في هذا المنتظم ولكن انا الاوان كيفنا وكيف غيرنا انه نرفع الصوت عاليا وانه نقوله ننتقدو هذا لهذا المنتظم الاممي لانه لا يخلق حالة طاع انتظام هو اسمه انتظام وهو موش منتظم بالعكس هو موجود بش يبرر القتل وبش يبرر الجرائم اغلب الجرائم هذي من زويتنا احنا ايه من زويتنا احنا فبحيثو لازم يكون صوتك واصل وموجود وعندك صوت منفس الحظ احنا كتواسة مثلا ما عندناش مشكل ما عندناش مشكل مع ذواتنا احنا عبرنا عبرنا في الخارجية ميرارا وتكرارا مثلا على مواقف معناها تشرف بلادنا مما يجري في غزة ولا مما حتى تقبل حتى تقبل حتى مما يجرى في العراق في الحرب ضد العراق ما هيش حكاية جديدة انه تكون انت عندك مواقف مردئية لكن المواقف المردئية وحدها ما تعني حتى شي وهذاك علايش القضية بالنسبة لي نحنا انه يجبنا نخلق اليات جديدة حتى في خطابنا في عرض ما يكفيش اني كنت هاي شدي حضرت وهكا الجمعية العامة عملت قرارات مئات القرارات اللي هي مشتشرف الانسانية ومفادير حبل على ورق حبل على ورق ما عنده حتى مفعول في الواقع المفعول في الواقع هتتفرج فيه الناس في الشاشات بدم بارد وتواصل والأكل والشرب وهذه في قضايا مختلفة مشكلة في قضايا في منطقة نحن في قضايا يخدمون الناس شافوا على مدار على مدار سنين طويلة شعب كامل فيها فغانستان يذبح مازال يركب على الحمير ويقصوا فيه بالأفساز شافوا شنو اللي صار في العراق وشنو اللي صار في حضارة العراق شافوا شنو اللي صار في سوريا يعني نحن ربما أختموا بهذا قدرنا ربما والجغرافية اخترتنا باش نكونوا هكا احنا في منطقة جاية ما بين البلدان جغرافية نحكي بين البلدان اللي كانت تتمثل هي البلدان اللي كانت ساعدة واللي طاوة ماشية تدريجيا في الانهيار وبين البلدان اللي ماشية في الصعود وزيادة على موقعنا الجغرافي صدفة ممنة التاريخ انه منطقتنا ثارية بشريا وماديا يعني ارضنا ستكون ارض المعارك بينهما حتى تحسم المعركة وتطفيه نار في بلاسا بيش تجعل في بلاسا واخرى للأسف الشديد عندنا دور محوري ارضنا ستكون هي ساحة المعركة بين المعسكرين الافل والصعاد والنقطة الثانية اللي تحدث عليها وزيادة شؤون الخارجي هي الاموال المنهوبة وما أدراك ما الاموال المنهوبة خالدك رونا ملف الاموال المنهوبة او المهربة الشركات مورطة برشا اتهامات تم الاحديث عليها حتى مؤخرا حتى في فريل عامليول تحدثت مناصر مصادر ومسؤونين في الدولة عن شركات مورطة في الاموال المنهوبة وزير الخارجي اللي طلب البيرح حتى يسير استعادة الاموال المنهوبة وقبل وزيرة العدل اللي كانت استقبلت استقبلت ناظيرها السويسري في علاقة بالاموال المنهوبة وقتش ترجع الاموال المنهوبة من 2011 لليوم ونذكر وزينا باللجنة اللي تم احداثها ليسترجاع الاموال المنهوبة وقيمتها ليتوصل ل13.5 مليار دينار من المليومات يعني 13 ألف مليار وخمسمائة والمعطيات اللي تقول كونه فهمة 460 شخص متورطين في نهب الاموال هذه وفي أول العام جسل الاتحاد الأوروبي خالذكرونا كنت تذكر أصدر قرار برفع قيود عن ثلاثة أشخاص من أقارب الرئيس الراحل ما يمهد لرفع التجميد عن ممتلكاتهم دينار ما يقوذ المجهودات فاسترجاع الاموال المنهوبة هذه ما نعندنا احنا 13 عام ودخلين في العام 14 نعم والقضية ذي الطرحت على الرأي العام منذ هروب المخلوع منذ الأيام الأولى طرحت الحكاية نتفكروا شوية ما نزو مش ننساو التاريخ الصور في قصار الكارتال للخزائن هذلك خزائن كيف كيف تم توظيفها والسلام كانت معناها ميزانيات كيف سأقول التدخل العاجل واللي هي وراي معناها ما تدلش على أموال منهوبة هو غايد من فايد كما يقول أما الأموال المنهوبة هي الأرقام الرسمية اللي سيادت كنت يتور فيها كنت تذكر فيها اللي هي أموال مهمة لكن شنو عملنا احنا كنت وانسا لماذا تعطل هذا المسار مدة أكثر من 13 عاما لأنه احنا زيما ما عندناش محامين ومختصين قانونيين يعرفوا يفاوضوا المحاكم والسلطات في الدول الأجنبية تجربتنا في الإطار هذا ما هيش بها يا برش لا لا مش هذا بالمناسبة تعرف موضوع الزرف القاري وشنو أصار فيها أي دولة حتى كتبدأ معداش أورين نحن عندنا ونا متأكد لكن حتى كتبدأ معداش تنجم هي توظف محامين حتى ببالدان أخرى ما كانتش المشكلة هذية المشكلة هال كانت ثم إرادة حقيقية في استعادة الأموال المنهوبة تعرف موش موال المنهوبة معناها توجيه الأصبع الاتهام مباشرة للي كنا نحكيو عليه للمنوال التنموي لأنه منوال دولة الفساد والإفساد وقت اللي احنا نأكدوا نوريه لحظة قادرين نسترجعهم الأموال هذوما معناها احنا أدنا منظومة اقتصادية نعيشوا فيها خالدكرونا الإيدانا باش تكون تكون بالقضاء أنا باش نعرف مصادر أموالك مشروع ولما نهوبة من الدولة التونسية وهربتها أنت عندي في بلادي في الخارج لازم الدولة التونسية تستظهر بإذن قضائي يثبت أنك خذيتها دون وجهي حق هذا اللي مازال ما أصدرواش القضاء التونسي لليو لقى الأموال زيد اللي في سويسرا ولا أموال عامر اللي في بلجيكا منهوبة ولا مش منهوب شوفي صمت ثم أعمال جدية وكلكم تتفكروا اللجنة المرحومة عدفتاح أمر وثم أعمال جدية وثم وثائق جدية والدولة التونسية بالمناسبة في مرات مختلفة وفرت على الأقل حتى كان معنتها في جميع الجميع الأشخاص لربعمية وش شخص أما عندها مجموعة من ملفات الجاهزة هل أنه أحنا تعاملنا معاها كدولة نحكي وخلال ما نحكيش سنة ولا عملا ولخلال الفترة هذه الكل تعالى 13 عام هل تعاملنا بجدية مع هذا الموضوع أم صار الموضوع دائما مجرد إيهام إيهام للناس يعني مجرد كيف سأقول بضاعة للاستهلاك الإعلامي يتقدمها كل حكومة ويقدمها كل مسؤول ليقول إنني سأعمل سأ سوف أريد أن أعمل على استعادة الأموال المنهوبة في حقيقة الأمر الأموال المنهوبة هي جزء من أموال المنظومة الفاسدة التي ما زالت منغارسة في هذا البلد وما زالت لم تقتلع ولذلك لا ينبغي بالنسبة إليهم في تفكير مهومة لا ينبغي تحقيق نصر حاسم في هذا الموضوع لأنه سوف يدين تلك المنظومة اليوم كيجي ويجي وزراءنا ويجي رئيس الدولة ويحكي ورئيس الدولة بمناسبة حكي عليها حكيها برشا مرات من 2019 وكعملوا اللجنة هذه عملوا من باب حالة الوضع من باب تحريك الملف السؤال هل تم نتيجة واقعية ما تم حتى نتيجة واقعية ما معناها معناها إحنا ما زلنا لم نجد طريق الطريق إلى حل هذه المعضلة وما زلنا ما وصلناش ومش على خطر ما عندناش كوادر خطر أغلبية الناس اللي عندهم علاقة مباشرة بهذا الموضوع عندهم قدر على تعطيله أكثر من اللي هما عندهم رغبة في تسريعه هني قد لك ثيقة في الوثيقة وقت لما عندك إذن قضاء يقول أموال رفيق لمهربهم في سويسا يمنع بش يخرج إجهزة القضاء ها هذيكم 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 ما يثبت أولا وأنه رفيق أمواله سمحني رفيق مثال وكهل بشو نقاط شنسام عندي كمال منهوبة انتي نهب أموال طوام أثنين الناس اللي مهرب أمواله اللي فمشكون حتى استاعد فمشكون رفع التجميد فمشكون يستمتع في الجزر هنا وهناك ما ما نحكي وش على أموال منهوبة وانتي ما عندك إثباتين رغم أنه المبالغ كبيرة وكبيرة جدا تونس تطالب بأموالها المنهوبة رجعونا فلوسنا والبنوك والدول في الخارج يقول لك أعطيني إثباتك رب الله نحب ندقاق سمحني تفضل راه عندهم إثباتات الملفات مش ناقصة إثباتات معناها نحب نقول ما هوش القضاء التونسي ما حبش يكون متعاون في الملف هذايا ويثبت إدانة زيد أو عمر لا قطر هذايا يقولي فهم اختير لك لم تصدر قناة لم تصدر عندنا مشاكل مع القضاء غادي عندنا مشاكل مع قضاء في القضاء الدولي ما هوش في القضاء هنا عندنا مشاكل إجرائية وزاراتنا المتعاقبة عندها وثائق وملفات على زيد وعلى عمر وملفات كاملة في كثير من الأحيان وفيها وثائق لا تقبل الضحف على أي حال ما عندهم مش لحق الدول الأخرى مش يقولون وثائق مش مش يعمل هما استئنف على قضياننا على قرارات محاكمنا هذا موجود احنا عن جرمال العلاقة بالآخر مش العلاقة بملف هنا حتى في الداخل ما زالت الأمور هل سمعت يا خالد كلونا صدرة أحكام قضائية في وقت سابق كان سمعت قلنا في علاقة بالأموال المنهوب عشرة عشرة عائل بن علي أو غيرهم كلما صدرة ضدهم أحكام صدرة في الداخل أما قال لك أعطيني الجارد أعطيني الحكم القضائي لصدرة فيهم أحكام مش في الأموال المنهوب أحكيوها الأموال المهربة عندنا سياسيين ما زالوا تحركوا توا في الشارع وسأقول هذا الكلام على مسؤوليتي عندنا سياسيين ما زالوا تحركوا توا في الشارع وهم عندهم حسابات سرية توا موجودة في سويسرا أنت كدولة رك ما زلت بعيدة ياسر على أنك كنت تفكك هذه المنظومة لأنها أخطبوط أخطبوط وهذاك عليش حائرين وعمل لجنة واللجنة ما تصل لحد شيء القضاءات متاعك متعاونين أنا نعاود ما مش تشكيك وخدم خدمتهم أما هل عرفنا إحنا نمش ندافع على قضيتنا في القضاء الدولي معا الجهات الأجنبية ولا هكا ما عرفناش ولأسباب كثيرة قلت في الأثناء الأوضاع في الضحية الجنوبية بلبنان العصمة لبنانية بيروت متأزمة جدا انفجارات جديدة منذ قليل في الضحية الجنوبية لبيروت وتم فتح المدارس والمعاهد لإيواء النازحين خاصة بعد الانفجارات استيبقى وانزادت لها الانفجارات منذ لحظات الوضع لا يوم بخير أبدا في الضحية الجنوبية ببيروت هل ذكرون الوضع في لبنان تجاوزها هل تجاوزها هل خرجت عن سيطارة حزب الله هل هي يعني هو بين القوصين من الوقت لا يسمح لي بالخوض في هذا الموضوع لكن في دقيقتين يجب الناس يعرفوا اللي هذا هذا العدوان الصهيوني على لبنان نعم أتحدث من ناحية التقنية البحثة أن تشارك 280 منذ اليوم الأول 280 طائرة عسكرية يعني كل الأسطول الصهيوني شاركة في العدوان على لبنان وفي يوم واحد هذا يسمى في الحرب الصدمة والترويع الغاية هي خلق حالة من الإرباك وحالة من الشلل ليس فقط في الدولة اللبنانية بل أيضا في المقاومة في لبنان مع العلم أن المقاومة منذ قليل أصدرت وأطلقت صواريخ من جنوب لبنان طبعا كرد على الشرطة الصهيونية اللي احتمت الصور اللي جيتنا من بعض الفضائيات وأنه شرطة الإسرائيلية احتمت بمبنى خلال سقوط صواريخ حزب الله اللي قاعد يرد يعني مش خارجة عن سيطانته يلزم الناس يتفكروا شنور يصار في 2006 بش يفهم وشنور يتفكروا في 2006 في 2006 نفس التكتيك استخدمها بحزب الله أيها يعني اللي هو استيعاب الضربة وظن الصهيونية كما يظنون هذه المرة أنهم سيتوصلون إلى النتائج العسكرية المراد الوصول إليها لكن المرة هذه كان الرد أسرع من جانب حزب الله وكان الرد لأول مرة قاسي لأنه شنور استهدفوا قوة الصهيونية فيش في الجو استهدفوا لهم المطارات العسكرية واستهدفوا لهم مؤسسة التصنيع العسكري الصهيونية متكتمين بطبيعة الحال هذه الحرب وليك ماذا يفعلون نفس ما يفعلون في غزة لا يصلون إلى المقاتلين ولا إلى القوة العسكرية ويمشون للمواطنين ويمشون للعزل والمواطنين وفي يوم وفي يومين وصلنا للخمسمائة شهيد البارح فقط في يوم واحد خمسمائة شهيد وهي الحصيلة الأرفع مش من حرب 2006 وكلهم وأغلبهم نساء وأخفر مش من حرب 2006 إنما من الاجتياح الصهيوني للأراضي اللبنانية في عام 82 ولما كانتش الحصيلة ثقيلة كما حصيلت وللأسف يريدون نسخ المثال الغزاوي بالإبادة في لبنان أمام صمت العالم أريد المم المتحدة أمام صمت العالم تم إيقاف العمل تقريبا في كل المؤسسات في لبنان الدنيا ويقفظ قصف وغيره البارح ناس ألاف عدوا ليلتهم في الفشرة فمشكون فيه كراهب وقعد عشرات ألاف اللبنانيين نازحين دائم البارح بسبب من قصف الاحتلال كما كنت تقول خمسة مئة إنه شهيد أغلبهم نساء أطفال وكثر من وكثر من 1500 جاريع فقط سترون النتاج كما تذكروا في 6 ما بعد عملوا الصهينة عملوا تقريب فينو جراد الذي أثبت أن الأهداف التي رسمها الصهينة كلها قد فشلت نفس الشيء سيحصل هذه المرة شكرا خالذ ذكرونا شكرا رفيا قدريدي شكرا لكم ونوردين باستين هذه الستوديو الوطنية مرحبا تسمعوا برامجليدي على الوطنية في بنزرد على 102.6 FM في جندوبة وباجة على 99.972 FM في الكاف على 104.9 FM